السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وبرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن الطفلة مسك العنزي مسك العنزي طفلة كويتية عمرها خمس سنوات اشتهرت اشتهرا كبيرا واصبحت تريند على مستوى العالم العربي وكانت كتم استضافتها على قناة الام بي سي مع ياسر قحطان نجوم صغار برنامج نجوم صغار من انجح حلقات قدمها هذا البرنامج حلقة مسك العنزي مسك العنزي كانت قد صارت ضجة كبيرة على مواقع السوشيال الميديا بهذا الحوار وبالفعل اثبتت انها موهوبة منذ الصغر وكانت لبقى في الحديث مع ياسر قحطاني وتحدثت عن نفسها وقالت انها مشهورة وانها معروفة وحباها الله سبحانه وتعالى بالبلاغة والفصاحة وتفاعلت مع الجمهور بالشكل متميز اثار ضجة كبيرة وهكذا تكون الموهوبة منذ الصغر الجميع التنبأ لها انها ان شاء الله في المستقبل ستكون نجمة بالفعل كبيرة في مختلف المجالات اما في مجال الفن او في اي مجال استطاعت ان ترتجل استطاعت ان تتحدث بلا باقة وستطاعت ان يكون لها حضور فاعل مثلها مثل الكبار وستطاعت ان تكون خفيفة الظل امام الجميع وشاركت في الحلقة مشاركة فعالة وبرغم ذلك وهي في سنة صغيرة ولم تزل بنت الخمس سنوات وتحدثت عن متابعاتها المسلسل باب البومب الذي يعد من المسلسلات المحببة اليها اه تحدثت ان جواهر اه من محبيها ايضا وانها اه لها يعني بعض المطربين المحببين لديها مثل محمد عبدو اه وكان السؤال الذي تروح عليها غير صحيح لكن الطفلة اجابت بعفوية على السؤال دون ان تدرك ماذا تقول خامل فنان السعودي فهاد العليبي كتابت جلة سعودية لها من كلماتها والحانه وغناها حملت اسم العابي العابي الحقيقة ان ان هذه طفلة صغيرة حماها الله وحفظها من العين بالفعل تستحق ارعاية كبيرة تستحق اهتمام من الان وبعد ان اصبحت نجمة شهيرة اه نتمنى لها التوفيق خاصة وانها لديها ابتكارات وتستطيع ان اه تلقي الشعر ولديها موهبة في الرسم ايضا وتقدم فقرات السعودي ماشاء الله عليك يا اه مسك العنزيه اهتمام من الاشعر